موسيقى قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالن الثلاثاء ان بلاده ستعزز دعمها للقوات العراقية التي تحارب تنظيم الدولة الاسلامية وانها ستمدد حملة الجوية في العراق ضد التنظيم المتشدد لعام اخر وقال فالن اثناء لقائه مع نظيره العراقي خالد العبيدي ان بريطانيا ستتخذ تدابير كبيرة لدعم الجيش العراقي مثل تدريب القوات البرية وتوفير تدريبات لكيفية التعامل مع المتفجرات التي تمثل اكبر تحدي يواجه القوات العراقية كانت بريطانيا قالت ان استخدام مقاتلات تورنيدو سيستمر حتى مارس 2016 ومن ثم تخرج الطائرات من الخدمة لكن فالن قال اثناء زيارته الحالية للعراق ان اسراب طائرات التورنيدو اثبتت جدارتها في الحملة الجوية بفضل الاسلحة الدقيقة التي تملكها وبفضل مهام الاستطلاع والمراقبة التي تقوم بها مما يعني ان استخدامها يجب ان يستمر لفترة اطول حتى مطلع 2017 على الاقل وشن تحالف تقود الولايات المتحدة عشرات الغارات الجوية في العراق وسوريا خلال الايام القليلة الماضية لاضعاف شوكة المقاتلين الذين يسيطرون على مساحات واسعة في البلدين في اطار مسعاهم لاقامة الدولة خلافة اسلامية وبريطانيا جزء من هذا التحالف لكن برلمانها يدعم شن الضربات في العراق فقط وليس سوريا محمد الجبالي رويترز محمد الجبالي رويترز